بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ مرحبا بكم في درس جديد من دروس التربية الإسلامية للمستوى السادس ابتدائي مكون التزكية العقيدة مراتب الدين إن شاء الله من خلال هذا الدرس سنتعرف على مراتب الدين ثلاث ألا وهي الإسلام والإيمان والإحسان استنادا إلى الحديث الذي رواه سيدنا عمر حديث مراتب الدين عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر الصفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبته ووضع كفيه على فخديه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتوت الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن تراه فإنه يراه ثم انطلق فلبث مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قل الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أثاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم إذن استنادا إلى هذا الحديث أعزائي التلميذ سنحاول أن تعرف على مراتب الدين الثلاث إذن فأمر وأصحابه كانوا يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم كالعادة فدخل عليهم هذا الرجل فبدأ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وتم بعد ذلك سأله عن الإيمان وبعد ذلك سأله عن الإحسان واتضح في آخر الأمر أن هذا الرجل كان جبريل أي الملك جبريل عليه السلام أتى يعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دينهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن سنتعرف على هذه المراتب فأول المراتب التي سأل عنها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم كانت الإسلام فالإسلام هو أحد أركاني عفوا أحد مراتب الدين وهو الاستسلام لله بالتوحيد أي توحيد العبادة لله تعالى أي أن في هذا الوجود لا معبودا يستحق العبادة من غير الله تعالى والإنقياد له بالطاعة أي الإتيان بأوامر الله والانتهاء عن نواهه والبراءة من الشرك وأهده سنحاول شرح هذا بالتفصيل إذن فالإسلام لله بالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة وليقياد له بالطاعة أي فعل ما أمر الله به وترك ما ناهى الله عنه من المعاصي والبراءة من الشرك وأهله أي بغض الشرك والاعتقاد به أي أن ما يقوم به أهل الشرك ومن المعاصي والذنوب علينا أن نجتنبها وأن نتركها وأن ننصح هؤلاء الذين يأتون بها بطرقها إذن فهذا هو تعريف الإسلام الآن سنتعرف على أركان الإسلام التي ذكرت في الحديث وهي خمس أولها هي الشهادتان وهي أول ما يبدأ به المسلم أي أن تشهد أن لا إله إلا الله وهذه الشهادة تكون بالاعتقاد بالقلب والفعل عمل بالجوارح وأن محمدا عبده ورسوله أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس إلا عبدا من عباد الله اصطفاه وأتاه بالوحي ثم تاني ما أعفو أركانه هي الصلاة والصلاة هي ما يسمى بعماد الدين فهي الأصل من كل تلك الأركان الأخرى فبالصلاة تتبت تلك الأركان وبعدمها تنف باقي الأركان والصلاة تكون بالمواظبة على إقامتها في وقتها وهي خمس صلوات يتلوها المسلم أو يقوم بها المسلم في الليل والنهاء من الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء يجب على كل مسلم أن يأتي بها وأوقاتها ثم ثالثا إتاء الزكاة وإتاء الزكاة ليست هي الصدقة بل هي ركن وفرض على المسلم يخرجه من ماله لصالح الفقراء والمساكين ثم رابعها وهو صوم رمضان وتحدثنا عن الصيام وعن أركان شروطه وأركانه ومبيحاته ومفسداته إلى غير ذلك إذن فالمسلم الذي تتحقق فيه شروط الصوم يجب أن يأتي بهذا الركن ثم الحج أخرها الحج والحج هو أعلى أركان الإسلام وهو حج بيت الله تعالى وتكون بالاستطاعة والاستطاعة تكون إما مالية وبدنية أن يكون الإنسان صحيحا في بدنه ويمتلك مالا حلالا لكي يحج به إذن أعزائي التلميذ هذه هي أركان الإسلام الخمس التي يجب على كل مسلم أن يأتي بها قدر المستطاع ثم بعد هذه الأركان الإسلام أو مرتبة الدين الأولى الإسلام ننتقل إلى المرتبة الثانية وهي الإيمان فالإيمان في اللغة هو التصديق الذي لا يجوله شك وفي الإسطلاح هو قول باللسان واعتقاد بالجناء أي القل وعمل بالجوارح والأركان وهو يزيد بالطاعة أي يزيد الإيمان بالقيام بالطاعات من صلاة وزكاة وأمر بالمعرف والنهي عن المنكر وينقص بالمعصية أي عندما يرتكب الإنسان معصية من شرك وكفر وصريقة وزينا وغير ذلك من المعاصي وأركان الإيمان ست نبدأ بأولها وهو الإيمان بالله والإيمان بالله هو توحيده وحده للعبادة والعدم الإشراك به شيئا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ثم بعد هذا الركن يأتي الركن الثاني وهو الإيمان بالملائكة وذلك بالإيمان بوجودهم حقيقة وأنهم مخلوقات من مخلوقة الله تعالى خلقهم من نور لا يعصون الله ما أمرهم ويقومون بما يؤمرون به ومن بين هذه الملائكة على سبيل متى جبريل عليه السلام وهو الملك الذي المكلف بإنزال الوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم ثم تالثا الإيمان بالكتب فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا بالآمن بالله وملائكته وكتبه أي الإيمان بالكتب السماوية التي أنزلت على الرسل من القرآن والطورات والإنجيل والزبور ويبقى القرآن الكريم والكتب الذي نعمل به كمسلمين ثم رابعا الإيمان بالرسل والإنبياء أي كيف يكون هذا؟ أي الإيمان بجميع الأنبياء بأنهم الرسل الله تعالى أرسلهم إلى البشر لكي يندرهم ولكي يبشرهم بدين الله قال الله تعالى وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا وَحِيمًا إذن هذا ما توعد الله به الذين يؤمنون بالله برسل الله تعالى ونحن أؤمننا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه ثم خامسا الإيمان باليوم الآخر وهو الإيمان بيوم القيامة وبالقبر ونعيمه وعذابه وبالحشر إذن فالإنسان عليه أن يؤمن أن هناك حياة بعد هذه الحياة يعني بعد أن يموت سيبعث وسيحاسب وسيجز إما بالجنة والنار أي أننا ليسنا نحيا فقط ونموت بل سنحيا لحاسبنا الله على ما قبنا به في هذه الدنيا فهذه الدنيا هي دار امتحان فقط فالله تعالى سنرى النتيجة عندما نذهب عند الله تعالى بعد الموت ثم آخرها هو الإيمان بالقدر ويكون الإيمان بالقدر خيره وشره وهو بأن الله تعالى جعل لكل شيء قدرا من الخير والشر أي كل ما أصابك من الخير من الله وكسب الشر من نفسك ما أصابك من حسنة فمن الله تعالى وما أصابك من سيئة فمن نفسك فالله تعالى قد فرض علينا الإيمان بالقدر أي أن الله تعالى ما سيصيبنا في هذه الحياة ما كان الذي يجسنبنا في الله تعالى فالله تعالى قد كتب علينا هذا فعلينا أن نصبر وتلقاء الصبر نلقى عند الله تعالى أجرا كبيرا إذن بعد الإيمان نذهب إلى مرتبة الإحسان والإحسان هو أعلى مراتب الدين يصل إليها المؤمن بعد أن يزداز الإحسان الإسلام والإيمان عفوا والإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه فنحن لا يمكننا أن نرى الله تعالى ولكن يتجلى لنا في بعض الأمور إذن فالإنسان كالصلاة يستحضر مراقبة الله تعالى وذلك يؤدي أتلك الصلاة على طريقها بخشوعها بأركانها بالطريقة الصحيحة التي يجب أن تؤتبها لأنه يستحضر مراقبة الله تعالى فأنت تستحي أن تقوم بفعل سيء والله تعالى ينظر إليه إذن فالإحسان كما قلت هو أعلى مراتب الدين ولا يصل إليها العبد إلا حين يخلص قلبه لله تعالى ويقتر من طاعته وتتحقق لديه التقوى والتقوى هي الخشية والخوف من الله تعالى وهذا من أشد ما يعلق قلب العبد بربه فالله تعالى إن خفنا من عذابه أتينا بما أمرنا الله به وإن لم نخف من الله تعالى لا نقوم بما أمرنا الله به وهو استحضار خشية الله تعالى وخضوع القلب في عباده أي عندما أصلي أستحضر مراقبة الله تعالى والخشية منه والقرب من الله تعالى لدرجة شعورك بأنك تراه جل جلاله ولكن حقيقة الأمر أن الله هو الذي يرأك وهو المطلع عليك في كل أمور حياتك فمن وصل إلى مرتبة الإحسان فقد آمن وأسلم كما قلنا الإحسان من أعلى مراتب الدين ومن آمن فقد أسلم فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن إذن إلى هنا أعزاء التلميذ نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس أتمنى أن تكونوا قد استفدتم منه ولو شيئا ضئيلا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر